إنتي إحنا يمكننا إحنا في شهر يوليا في شهر يوليا رحل إنسان أنا كنت شخصين كنت صديقي كنت بحبه جدا وأعرف إن كنت كمان كنت بتحبيه أول فنان الرائع سامي العتل طوال الله رحمه من رحل يوم عشرة يوليا إحنا كنت كنت بتحبيه الله رحمه أولي ألقتك إيبه وحكيتك إيبه مع الله رحمه سامي العتل أنا عارفة أم كل سامي من قلمة 13 تقريبا إنتي اخترت المزيكة دي على فكرة أنا واخد الفيديو زي ما نزعي على الإنستجرام بالضبط طبعا أنا عارفة أم كل سامي إن قلمة ولدت في أعتبر بابايا التاني يعني الله يرحمه وشفني وأنا بكبر وعيش معي حق يعني هو رباني ليتري دي من أنا صغيرة وكانت علاقتنا قوية قوي غير يعني في صحاب أبي كثير بس في ناس معينة علاقتي بيهم بجد قوي 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 وكان أم كل سامي حد منهم ومن أقرب الناس كمان وكن بحبه قوي قوي قب 힘 ناخد كارباطات بابي من القوضة اللي مش نحبها اللي كانت قديمة قوي ومش عاجب بنا شكلها بنحطها في كيس واي ونخبيت على تسري في أنا تخيأين قوي دي بتأعزاضame قب بنخبيها في كيس ونخبيها على تسري Потому بس كانت موضة كانت موضة طبعاً اه خلي بالك اه طبعاً كان فاشنبل جداً بس يعني كان كما بنخدها بقى كنا نخش القوضة نخد نخد الكروفاتوت نحطها في كيس ونخبئاتها السريعة عشان نتأكد نمو بلبسهاش كان بننصحك بايه لما يعني انت قابلتي طبعاً يعني شايف كنت بتمثلي طبعاً لا ما شاه في كيش نأ أنا مثلت بعد مع أمك سيمي تغفق وبس يعني او حبيباً حبيباً هنا كنا في الأوبرا وكنا بنعمل أغنية القدس مع الله رحمها هودا سلطان وكان أوبيرات وكان كل ممثلين بيغنوا فيه بجد كان فيه بجد محصوصة قوي كنت لها الوحيدة كان عن تات سنين وكان أمك الفاروق أول مرة تقفع خشوة المصرح نعم أول مرة تقفع خشوة المصرح اه او طب نشوفها بالزبط اذا محباها جدا ترجمة نانسي قنقر